قال لي أن الحجاب المعمول به اليوم ليس من الدين والسبب لا يوجد دليل عليه قلت له هو من الدين أما الدليل فلا يوجد أي دليل مضبوط في الدين بل أن الدين لا يحتوي على أي دليل كل ما يقال عن الأدلة في الدين هي مزاعمة لا أساسة لها قلت له باختصار الدليل خدعة دينية فلا تصدقوها لا وجود لدليل على فرض الحجاب في الدين قال لي وهل هناك أي دليل على أي شيء في الدين فرائضة الدين قلت له كلها مضروبة ومن يناقش فيها يصح القول عليه بأنه ممن انطلت عليه اللعبة قال لي كيف قلت الكل يدعي بأن الدين علم مواسع وفيه أسس راسخة وكل ما في الأمر أن هناك قراءة خاطئة له وهنا نواجه هذا الوهم المعرفي ونخسر من خلال هذا الكلام الفكر والمنطق وهذا وهم شامل في كل جوانب حياتنا لو درسنا أبعاده كافة والبعض يتحدث لك عن وجود دليل بهدف كسب الوقت وكسب المواقف وجعلك مجغولا فقط بمحاولة معرفة الأدلة التي لم يستطع أحد الكشف عنها وكل ما عليك أن تميط الإثام عن هذه الحقائق الباهرة التي يحاول تجار الدين خداعنا بها هكذا نحن سنخسر الزمن أي الحاضر والمستقبل بحجة وجود دليل في الماضي على قضية نحن متورطون بها أو نمارسها بغض النظر عن قيمتها أو جدواها أو حقيقتها نحاول دائما أن نجد دليل في ماضي غابر ونعتقد بأن هذا هو الحل الوحيد لكل مشاكلنا الحجاب واحدة من القضايا أو أحد القضايا التي شغلت بها الناس شغلت بها الناس والكل يحاول أن يثبت بأن فيها إشكالات كثيرة لكن الحقيقة هي أن فكرة وجود دليل على أي شيء هي فكرة وهمية فبالتالي راح أحاول معاكم في هذه الحلقة أن تحدث عن موضوع الدليل وما هي مصادر الأدلة أو مصادر تشريع وما معنى الدليل في الفلسفة وما هو الدليل المزيف الذي وضعه رجال الدين على الأدلة المعروفة فلسفيا وسأختم بموضوعة أننا شعوب مصابة بأربعة أوهام أو أكثر وجميع هذه الأوام قاتلة وهي السبب الرئيسي لما نحن فيه من التخلف فكونوا معي معكم منصور الناصر السلام عليكم في أهدا التعليقات المهمة التي على فيديو قصير نشرته وقلت فيه بأن الحجاب ظاهرة لا أخلاقية بل أنها ليست ظاهرة مشرفة لأحد ليس من ناحية أنها فريضة بل من ناحية أنها عقيدة لا أكثر وهذه العقيدة جرى نشرها بيننا جميعا وكان الهدف ليس بأتبارها فريضة دينية أو طاقص دينية أو ما إلى ذلك مجرد عقيدة سياسية حاولت بها جماعات الإسلام السياسة خاصة نشرها بيننا جميعا فقال لي الصديق واسمه دكتور جميل أعتقد دكتور جميل جاو يويو لا أعرف بالضبط كيف ألفظ الكلمة لكن مهم قال فيه أن الحجاب المعمول به اليوم ليس من الدين لأنه لا يوجد دليل عليه فقلت له قلت من هو من الدين أما الدليل فلا يوجد أي دليل مضبوط في الدين أصلا وهذا هو الفيديو الذي نشرته الحجاب مثلا ظاهرة لا أخلاقية بامتياز بل أنها ظاهرة إجرامية ليس بوصفها فعلا ممارسا ومفروضا فقط بل بوصفها عقيدة يجب أن يؤمن بها عشرات الملايين هذا الفرض وهنا القضية بغض النظر لا تتحدث عن حجاب وضرورته وأسبابه موضوع مختلف هذا وهذه العقيدة يجب أن يؤمن بها يؤمن بها عشرات الملايين رجال والنسان طبعا هذا لا يمكن أن نعتبره انتهاك إخلاقي إنما هذا اختصاب إخلاقي وليس انتهاك إخلاقي هذا الاختصاب الإخلاقي أقصى مليون مرة من اختصاب الجنسي البيولوجي أو الجسدي هذا الحوار بيني وبين الصديق جعلني أتساءل ما هو الدليل في الدين وقلت كما رأيتم في المقدمة بأن الدليل هو مجرد أي فكرة الدليل ووجود دليل هي فكرة دينية عبارة عن خدعة لجعل الرعية أو القوم الذين يتحكم بهم رجل الدين ورجل السلطة يجعلهم مغتنعين قانعين مطيعين وهذه المسألة كانت ضرورية جدا في الأزمان القديمة ولنا أن نقدر هذا الأمر لكن هذا الأمر الآن يجب أن يتم نقاشه علينا أن نتساءل ما هي هذه الأدلة كيف تم اشتقاقها وهل من حقنا أن نناقش هذه الأدلة ولماذا بسلب هذا الحق علينا أن نتساءل عن هذه الأمور ولكي لا يكون الكلام كما يزعم كثيرون دائما عندما أتحدث يقولون أنت لا تقدم أدلة ولا تدرس الأمور بطريقة أكاديمية ولا علمية ودائما تتجاوز القضايا البحثية الدقيقة ولا تقدم أدلة دقيقة وما إلى ذلك هذا الكلام الجاهز أنا بأخوان بصراحة أنا دائما أقدم خلاصات الأفكار من يسمعني وعول على من يسمعني بأن يعرف الموقع الذي أضرب فيه ويعرف أنني لا أقول شيئا إن لم أكن على دراية جيدة به فبالتالي أنا لا أحتاج أنه في كل جملة وكل مفهوم وكل قضية أو كل ذكر إلى قضية أروح أذكر المصادر وما إلى ذلك أنا رجل بالنسبة لي أبدأ من النهايات أنا لست باحثا يقدم لك بالأدلة وبالمراجع كل ما تشاء أنا أقدم لك معلومة أو أقدم لك أفكار أنا منتج أفكار هذه شعر هذه مهنتي فمنتج الأفكار هو بالآخرين عندما أنت تستمع على فكرتي أو تصوري أو رؤيتي لظاهر ما لقضية ما عليك أن تعرف بأن خاصة من الباحثين له أن يبحث خلفي له أن يتحقق مما أقول أحيانا أطرح مفاهيم جديدة وليس أفكار فقط هذا المفهوم أنت أيضا من الإمكان أو أنت تستنبط مفاهيم أو أنت ممكن أن يسمعني من بعض الباحثين مثلا من الإمكان أن يطلع منهج خاص للبحث بأي فكرة هذا عجبته فكرة من أفكاري فهو يخترع المناهج الخاصة العلمية بالتعبير الدقيق المناهج العلمية ويرو على المثيديولوجي وأكو عشرات المناهج التي تسعفه في بحث والتحقق من أي فكرة أطرحها أنا أطرح أفكار كثيرة وحيانا تجييني عفو الخاطر بالصدفة وقدما أتوسع بالأمور فأدخل فيها وأطرح أفكار جديدة حتى أنا أصلا لم تكن تخطر ببالي فبالتالي أعول على الأصدقاء اللي يستمعون إلى أن يستماع إلى هذه الأفكار التي ترحها وأن يعرفوا بأنني لا أقول شيئا إن لم أكن على جراية كافية به وطبعا بنفس الوقت أنا لا أدعي إن كل ما أقوله صحيح وبالعكس أيضا أنا من أكثر الناس الذين ينتقدون أنفسهم أنا أصلا متعتي بالخرق كل ما أعتقده وأفكر به وأعتبره أسس دائما أشعر بوجود متعة بتأدمير وتفكيك وتحليل الأسس التي أفكر من خلالها بالتالي تشوف مثلا قبل سنتين أو ثلاثة آن كان عندي أفكار معينة والتصورات معينة عن الدين وعن موضوع الدين عن الإنسان عن التاريخ الآن اختلفت عدي كثير من هذه التصورات أنا قلت فيك كلامي أن الدين بأكملة أو فراض الدين موجودة بأتباره هو الظاهرة المهيمة على حياتنا وتدخل في جميع التفاصيل أنا أقول هذه الظاهرة هي دائما تحاول من شدة هيمنتها علينا لم ننظر إليها بأتبارها قابلة للنقد وحتى قابلة للرؤية دائما هناك فرق بين السلطة والهيمنة الهيمنة موجودة ضمن سلوكك الطبيعي ضمن نظام تفكيرك تصبح جزء من تكوينك الكامل صحيح عندك أتراضات بعض المذاهب الدينية على بعض التصورات الدينية لكنك لا ترى ولا تشعر بأن الإطار الديني هو الذي يهيمن على حياتك ويجعلك لا ترى بغير هذه الطريقة هناك بعض الدول تجد هناك سلطة دينية لكن هذه السلطة الدينية في تركيا الهيمنة الدينية ليست طاغية عليهم لكن هناك سلطات دينية هناك تأثير ديني لكن الهيمنة الكلية هي هيمنة علمانية صرف طبعا هناك اختراقات وهناك صراع بين نوعين من أنواع الهيمنة دائما نقول الدين هو لا يمكن أن يتأقلم مع العلمانية يمكن لها أن تتأقلم مع الدين لأن كل منهما منظومات يشكلان منظومات ويشكلان فضاءات وآفاق يعني تقوم على الهيمنة وهذه الهيمنة لا يمكن أن تقوم إلا عندما تتحول إلى طبيعة وتصبح جزءا من الفضاء التقافي والمعرفي والإنساني والفكري الذي يعمل ويندرج ضمنه الجميع فبالتالي الدين هو هذا يميستي عندما يتحدث لشخص عن الدليل ولماذا أقول أنه فكرة وجود دليل داخل الدينية فكرة مزيفة لأنه أصلا عندما يجيق لك الحجاب هناك لا توجد أدلة دقيقة عليه هو أنت أصلا دخلت في اللعبة وقال لك أنه هناك دليل يعني إذا ما تجي تناقش أنه ترجع على الأصول وتقول بالأصول هذا هي من الكتاب والسنة والإجماع تجد تروح تبحث وبعضهم بقى يقضى عمرك كله يبحث عن دليل على الحجاب وتطيب خل في جدالات أولها أولها أول آخر لكن بالحقيقة كلها خدعة في خدعة أنه أصلا أنت لا تدخل في لعبة الدليل أصلا يعني لا وجود لشيء اسمه دليل وعليه أنا راح أقول علينا أن لا نبحث عن أدلة على قضايا هي ليس يعني نبحث عن أسس عن أدلة داخل الأسس هي أصلا أسس مزيفة وأسس غير دقيقة وغير تباطية بطريقة أو بأخرى فالآن حتى يكون كلام دقيق راح أتحدث راح أتحدث ما هو الدليل أصلا ما هو تعريف الدليل إسلاميا وفلسفيا طبعا كما ترون هنا راح أتحدث بعض الأشياء الدليل مثلا تعريفات راح أخذ بس رؤوس نقاط من يريد أن يتمعا بدقة أكثر ممكن أن يتابع كلام يتابع تفاصيل كما هو مكتوب فهي المادة الأولية راح أخذ رؤوس نقاط من أتلا أكثر ما هو الدليل الدليل ببساطة هو أي شيء يتم تقديمه لدعم تأكيد الماء وكما نعرف بأن الأشياء الواضحة لا شك فيها يعني لا يحتاج أن تقول هذه الشجرة لا يحتاج أن تقدم دليل على وجودها من هنا نكتشف بأن هناك نوعان من أدلة أولا الدليل الفكري وهذا الدليل طبعا دليل الفكري الواضح والظاهر والأدلة التجربية التجربية التي تقوم على البرعين الدليل بالتعريف هو الحجة والبرهان وهو ما دل به على صحة الدعوة والدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد وما يستدل به وله عند الأصولين ويقصد يعني الأصول الإسلام يعني الذين يرجعون إلى أصول الدين والعقيدة والأركان الدين وما على ذلك لهذه العبارة معني أحدهما ما يمكن التوصل بالصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشمل القطعي والظني طبعا هناك قطعي الدلالة وظني الدلالة ويقولك عندما هناك الأدلة أن القرآن الكريم هو قطعي الدلالة وظني الثبوت وهناك في الحديث ما هو قطعي الدلالة وظني الثبوت وما هو قطعي في الحالتين يعني قطعي الدلالة والثبوت بالحالتين مفهوم الدليل باللغة العربية هو الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي سواء لا الخير أو الشر وكما قلت ما يستدل به بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع والظن طبعا نجي المثال ما هو الدليل على أن الله موجود هذا الدليل الوجود وأنا عندي حلقة سلسة حلقات عن الأدلة للوجود وبلشت بها بهيوم ديفيد هيوم وأيضا راسل وكذلك الدليل الوجودي أعتقد ابن سينا والغزالي وأنا عندي سيقدم الدليل الوجودي لابن تيمين وهذا دراسة اشتغلت عليها فترة طويلة تقريبا أسبوعين قرأت بها كتبة يعني كتبة يعني الكتبة الفلسفية خاصة فدرت تعارض وغيرها والردع المنطقيين وراح أقدمها في حلقة من فصلة أتمنى أتمنى تحظى بالمتابعة طبعا دليل على الوجودي يعني أنا ليس الغرض أنه الآن راح أتحدث عن دليل على أن الله موجود لكن على فكرة الدليل أو مفهوم الدليل كي تناول مفهوم الدليل فهذا الدليل مثلا أنه هو دين يقول لك هناك إله هو افترض وجود إله المنظومة الدينية أو الدين بعموما ورجال الدين لا يوجد دين يوجد رجال الدين الدين مفهوم بحثي لكن رجال الدين هؤلاء الكبار بدأوا منذ ألاف السنين دائما لديهم تصور قالوا هناك إله ونشر هذا التعليم بين الناس والفكرة العامة أنه كل ما في الوجود مما نفسره وما لا نفسره هو دليل وآية على وجود الله تعالى هم يقولون الله تعالى يعني في الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء وهناك تأويلات لا أول ولا آخر لها حول كلمة وجود الله تعالى سواء كلمة وجود وكلمة الله أو كلمة تعالى ويقول هذا الدليل أن الإنسان بكل ما فيه وكل ما يصدر عنه دليل على وجود الله وحده ويمكن ويمكن أن نجمل بعض الأدلة على وجود الله في الآتي أولا هناك دليل الفترة لأنه خلق كل إنسان ناطق هو أقرار ودليل على وجود الله تعالى ووهدانيته وهم اختاروا أنه ما دام إنسان موجود فلا بد أن يكون هناك إله واحد خلقه وبالتالي وأتمدوا على حديث أنه كل مولود يولد على الفترة التي فطر الله الناس عليها وهذا إذا كان هذا صحيح الحديث فبالتالي فما الأدع لا للأنبياء ولا رسل فإذا كان الإنسان يولد وكل مولود يولد على الفترة فما الحاجة لإرسال أنبياء ورسل هذا إذن كل الرسل بطلت فهذا يتعارض مع الدليل الذي يقدمونه على أن الله موجود لكنهم هكذا يمشون الأمور بطريقة التي تروق لهم طبعا الدليل على وجود الله يعتمد على ثلاث قضايا أبرز دليل السبب والمسبب والمثل المشهور البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وهناك دليلين آخرين يعرضه بعض المتفللكين في هذه القضايا يعني ممكن تطلعون عليها بعض يقول أما أثبات وجود النبوة أو صحة النبوة أنه هناك دليل استقرائي ويقوم على المناهج الاستدلالي العلمي وهذا يثبت نبوة محمد وهذا يعني من أبرز الأمثلة تقول بأن الرسول أمي وهذا الرسول أوصل لرسالة كتبت بلغة حديثة وبعبارات مركزة وبليغة واتسمت بأنها تمتلك قدرة فنية فائقة على تنسيق الأفكار وعرضها بالصورة مثيرة طبعا هذا فيها جدل كثير جدا القرآن الكريم آيات متفرقة وبعضها غامضة ما زال غامضة وما زال لحد الآن آلاف التفاسير تترى دون القطاع والآن هذا خلال الثلاثين أربعين العام الماضي التي مضت تشكلت دراسات وبحوث مؤظمة تؤكد على أن القرآن أحداث التي يتحدث عنها القرآن أو القضايا التي يتناول القرآن لا تتعلق بما حدث أثناء بأثة الرسول إنما عن قضايا سابقة عليه والقصد أنه بعض الآيات هناك أسباب لنزول هذه الآيات لكنها بالحقيقة هذه الآيات أن الأسباب النزول جرى اختراءها لكي تفسر الآيات الموجودة في الحقيقة هذه الآيات كانت تاريخها أقدم من ظهور البأثة النبوية نفسها بعد الفاصل ستحدث عن مصادر تشريع وهل أن العقل يعد مصدرا من مصادر تشريع وأيضا سأتناول موضوع الجماعة العلماء والقياس وأتناول موضوع أن هناك ما الفرق بين الدليل الفلسفي والدليل والديني وبعدها أتناول موضوع أننا كشعوب مصابون بأربعة أوهام وكلها قاتلة فابقوا معي طبعا هناك أجمع كما ما يتعلق مصادر تشريع والتي أيضا أدلة تشريع هي نفس المعنى تقريبا أنه مصادر تشريع وأدلة تشريع الفتوحات أدت إلى هيمنة أو سيطرة أو حكم خلفاء دولة قريش أو قبيلة قريش هؤلاء تحكموا بالناس بالمال والعباد وسبوا ونهبوا واحتلوا الدول وجمعوا جواري ووصل الحال إلى عشرات آلاف جواري تحت رحمتهم وقعت تحت رحمتهم والبلدان والشعوب كلها أصبحت في ملكا ليس عضوضا لهم المهم بعد ذلك هؤلاء قالوا أن لدينا دين جديد والأديان الموجودة ليست الأديان التي تناسبنا ولدينا دين جديد وهذا كتاب وهذا كتاب موجود وكل ما في الأمر أوصوا بعدد كبير من الفقهاء ومثقفي ذلك الزمان وأغلبهم من الفرس ومن فرس والخراسان باعتبار خراسان أيضا فيهم عرق التركي الأتراك وقدماء لكن المهم هؤلاء اجتمعوا ووضعوا لنا فقها وحديثا وكتبا خاصة بهذا الموضوع هؤلاء بعد قرون من الجدال والنقاش وترجمة الكتب الفلسفية اليونانية إلى العربية والعربية أصلا عندي محاضرة ستقولون هي أصلا العربية لغة حديثة لغة لم تكن موجودة سابقا القرآن صحيح مكتوب بلسان عربي لكن المقصود به ليس العربية التي عرفناها في العهد العباسي وهذا موضوع رح أفصل فيه لاحقا كثيرون يتحدثون اللغة هي العربية لها علاقة هي أخت الأرامية أو ابنة الأرامية وأخت السريانية أنا برأي اللغة العربية اللغة حديثة جدا ولم تقم حتى على لهجة إلا لهجة بسيطة هي لهجة القريش وبعد ذلك مثل ما اجتمع علماء وفقهاء وعلماء دين قصدي ومترجمين وأنتج لنا دينا متكاملا هو الدين الإسلامي وله اسمه له أركانه له عقدته له أصول أصوله ويعني مصادره هذا كل ضمن ضمن ذلك أنتج لنا أيضا اللغة نفسها فكانت تأسيس بالمزايا تأسيس تأسيس اللغة ووضع قواعدها وبعد ذلك جرى وضع الدين واستمرت عملية وضع الدين الإسلامي وما يسمى الآن مصادر تشريع وكل ما يتعلق بها بحوثها وعلومها هي تم اتمام هذا العمل تقريبا بشكله الكامل في القرن الرابع الهجري أو الخامس وأتى بعد ذلك عدد من المصلحين مثل ابن تيمية وناقش هذا الموضوع بطريقته وهو ما أثر حتى على واقعنا حاليا الذي توصلوا إليها ولا جميعا لأن بعد خلاف مع المؤتزل على أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع وفكرة العقل أصلا مفهوم العقل هو أصلا كان ظهر بسبب ترجمة كتب الولنان إلى اللغة العربية التي وضعت أيضا قواعدها حديثا طبعا لا أقول أن اللغة العربية لم تكن موجودة قبل عصر عباسيا أو في زمن رسول لا أنا أقصد أن اللغة العربية كلغة أصبحت متماسكة وفيها قاموس لغوي ضخم جرت استعارته من عدد كبير من اللغات الموجودة أثناء في ذلك الزمان يعني المحيط اللغوي الذي ظهرت فيه الدولة الإسلامية وخاصة العباسية ونصف الثاني من زمن الدولة الأموية أو تحديدا بدايات القرن الهجري الثاني تمأخذ كل هذا على أن العقل العلماء على أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع أي أن العقل ليس دليلا ولا يمكن الاستدلال بالعقل ولا يعتبر العقل دليلا على أي شيء إلا باعتباره مطيئة بتأبير عد علماء الدجل المصريين علماء الدين المصريين الصغار طبعا ما احترامنا للعلماء الدين الكبار وهذا قضية أنه العقل ليس مصدرا مصادر التشريع هو هذا اتفق عليه جميع الاصوليين وقالوا بأن الحكم هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الترخيص أو الوضع هذا نصا تعبيرهم كما انعقد اجماعهم بل اجماع المسلمين كافة على أن العقل ليس بشارع بمعنى أنه ليس مشرع لأنه لا حكم إلا لله تعالى حتى المؤتزلة الذين جعلوا العقل دورا في تقرير بعض الأحكام اتفقوا على أن العقل كاشف عن الحكم الشرعي وليس بمنشئ له ويقول الشاطبي أن الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو مؤينة في طريقها أو محقيقة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع أنا أقول هذا النصا لأنه ربما واحد يخطأ في بعض العبارات حتى يكون الكلام دقيق عند المؤتزلة أيضا هؤلاء طبعا يعتبرون من الفرق الضالة بالنسبة للرجال الدين والفقهاء خاصة من السنة المذاهب السنة الأربعة وأيضا بعد ذلك السلفين وغيرهم هؤلاء جميعا أيضا المؤتزلة يرون بأن العقل كاشف للحكم وليس منشئا له الخلاصة أن مصاد التشريع عد المسلمين السنة تحديدا هي ثلاثة كلام الله القرآن كلام محمد الحديث والسيرة وثالثا إجماع العلماء وهذا الأدوات هي القياس والإجتهاد وهذا هو الثالث الإسلامي المقدس أي القرآن السنة الإجماع أجماع هاي الثلاثية المقدس الذي لو تماعنا جيدا فيه سنجد أن عندما نكتشف أن القرآن لا توجد فيه تشريعات كثيرة وهذه استفاد فيها الله يرحمه محمد شهرور وفصل واشتغل فيها كثيرا وطلعت أنه أحكام التشريع التشريعات في القرآن قليلة جدا وهذا يستد التساؤل ماذا وضعه كمصدر أساسي للتشريع وهو أحكام قليلة جدا يعني هذا إرادة لبحث مختلف أنا عندي نظرية خاصة بهذا الموضوع خاصة أن هذا الكتاب مع احترامنا وكتاب عظيم وإلى دورة الكبير بالتاريخ لكن هو يبقى كتاب غامل وبأتراف جميع يعني ليست أنا من يتحدث الفقهاء والفلاسفة والمفكرين كلهم داخل بالموضوع حتى الذكرون حسن حنفين مفكر المصري صاحب مفهوم الاستغرام قال وصف القرآن بأنه سوبر ماركت يجد فيه كل من هبه أدب ما يحتاجه يعني والإمام علي معروفة ما قلت أن القرآن حمال أوجه عندما أرسل ابن عباس إلى الخوارج وقال له لا تجادلهم في القرآن فأنه حمال أوجه يعني الإمام علي والخليفة الرابع حسب المروية الإسلامية هو الذي لا ينصح باستعمال القرآن كريم كمصدر من مصادر الحكم فكيف كيف لنا أن نفهم هذا الموضوع وأيضا حتى إذا تجد تراجعون يعني مواقف أو قرارات عمر بن الخطاب الخليفة الثاني نجد بأنه تجاوز القرآن في مرات كثيرة ويعني حتى كان بعض الأحيان يعني يصدر قرارات بدون حتى يفحص الموضوع بعض الأحيان أصدر قرار مرة عن مسألة تعلقة بالنساء فقامت أمرأي قالت كيف تفعل هذا والقرآن قال كذا قال تخيلوا يا ناس أنه حتى النساء أفقه من عمر في القرآن فيعني الرجل كان حاكم ولم يكن يعتبر القرآن مصدرا مصادر تشريعه وحكمه لكنه في النوق نفس الرجل نفس كان عنده يشعر بأهمية وجود القرآن كمصدر أشباب الدستور وأهمية وجود هذا الكتاب كأرضية أيديولوجية تعبر عن السلطة السلطة الجديدة أو الامبراطورية الجديدة الإسلامية التي كان هو من كبار قادتها أو من مؤسسها يعني كبار أو الوحيد تقريبا هو المؤسس الحقيقي الامبراطورية الإسلامية هذا الرجل هو فطن بحنكته وستراتيجيته الكبيرة فطن إلى هذه المسألة واعتبر أنه لا بد من وجود استعادة هذا القرآن والحفاظ عليه وجعله نصا موحدا لا يقبل النقاش وأقنع أبو بكر بهذا الموضوع وبعد ذلك ترك الأمر إلى عثمان وأثمان أدى العملية أنجز العملية لاحقا فكما قلت القرآن كان رمزا معنويا كبيرا لجميع لكنه في الحقيقة كما أشرت كان مشكلة للفقهاء وهؤلاء شرحت بأنهم وجدوا الحل السحري بعد قرنين تقريبا من الصراعات والجدالات وأعتمدوا على نصوص مؤظمها تعتمد على الزهري أكثر شيء يعني الزهري أعتقد يعني تقريبا يعني حوالي القرن الأول الأول الثاني مطلع القرن يعني بهذه الحدود هو موجود بهذا الزمن فهذا الرجل هو يبدو معظم النصوص التي أجدتنا من الأحاديث من هذا الرجل وهذا أيضا يعني أنا لست خبيرا بهذا الموضوع لكني أتذكر أنه هناك يعني التساعل لماذا هذا الرجل فقط يعني معظم الأحاديث التي وصلتنا من هذا الرجل المهم بغض النظر ليس تساؤلي لقضية التشكيك إنما يشير إلى أن هؤلاء الناس كانوا في أشد الحاجة إلى تأسيس دين جديد وهذا أيضا تساؤل لماذا دين جديد لماذا لا يعتمدون على النصوص الموجودة في زمنهم من المذاهب المسيحية كثيرة جدا والرائع ويعني الشعب الموجود أيضا هو كل مسيحي تقريبا تقدر تقول العراق ومصر والشام وحتى الجزيرة العربية في ذلك الزمان هما نسبة تقريب ستين أو سبعين بالمئة من الناس ثم من المسيحيين فلماذا قرروا يعني نشر دين جديد وهذا حتى المتصف القرر الخامس الهجري حتى زمن الحروب الصليبية استمر وتواجد المسيحيين بالأغلبية السكان هما مسيحيين لكن بزمن الصليبيين جرى جرى التحول الكبير إلى الدين الإسلامي بعد أن تأسسته جيدا وبعد أن توضحت علومه وتمكن من السيطرة وتمكن من وضع أسس الامبراطورية بشكل دقيق لم تعد مجرد الامبراطورية يحكمها حكام وخليفة ولديه قوات عسكرية لا هناك هيمنة ثقافية وفكرية جرى نشرها بين الجميع بجهد كبير من العلماء الدين والفقهاء في ذلك الزمان وبدلوا جهد بصراحة لأن نتأمل ما فعلوه منذ مطلع القرن الأول أو الثاني للهجري حتى القرن الخامس الهجري يعني ثلاثة قرون من الصراع الهائل عشرات بل آلاف الفقهاء وصراعات كبيرة بين الفلاسفة والمفكرين يعني فعلا كانت هناك كان هناك دأب واسع وشديد معرفي على تأسيس حضارة جديدة لكن مع الأسف أدي محاضرة قلت مع المأسف الدين كان كان فرس فرسا مهما ضمن أفراس التي أسست هذه الحضارة من بين العلماء والفنانين والأدباء والشعراء لكنه كان فرسا يعني مش خائنا فرسا متطلبا نرجسيا رفض وجود أي شريك له فاستقل بكل شيء وكفر الجميع وقال أنا وحدي ولا أحد غيري وكل ما عداي هو كافر وملحد أو زنديق وما إلى ذلك فجرت عمليات أشبه محاكم التفتيش ومستمر محاكم التفتيش حتى يومنا هذا ولا يسمح لأي منافس لرجال الدين في أي مكان سواء في الشارع في السوق في العمل حتى في الفضائيات في أي مكان لن تجد منافسا لهم وأن وجد يجري تشنيع عليه ومضايقته وتشويه سمعته هناك أعلاف الطرق لرجال الدين وأتباعهم وحاشيتهم حتى الناس بدأوا يعرفون بأنه يعرف أنه هذا موضوع الدين لا يناقشه ولا يتدخل فيه ويقول لك خليني سالم سلي لأن هذا موضوع خارج نطاق السيطرة حتى خارج نطاق سيطرة رجال الدين أنفسهم هم نفسهم متورطين بهذا الموضوع لكن يوم ياسر عودة حتى الرجل الدين الذي يحاول أن يجدد ويصلح ويقدم وجهة نظر جديدة تجد أن هذا سيعاني كثيرا لأنه لا يمكن أنه سيستم يشتغل بهذه الطريقة فهلا يمكن أن تحاول أن تصلح لا يتصلح الدين لا يمكن أن يصلح على الإطلاق وحتى إذا طلع واحد يصلح فهلا يفسد به أكثر ما يصلح وعلى الرجل المسكين ياسر عودة أو الرائع يعني أنا احترمه جدا الرجل يعني صدق باللعبة صدق بأنه هناك فكة إمكانية للإصلاح حتى ما أطلع من الموضوع أرجع لهذا الموضوع ممكن أتناول إذا أعجبكم موضوع ياسر عودة لأنه موضوع مهم جدا ويشير إلى استحالة إصلاح الدين من داخل هو سيستم موجود يعني كما هو الدين نفس يقول لك أنه من أي ماجهة أتيت يعني كل كل ما فيه هو متكامل لا يجوز أن تأخذ منه شيء إذا أخذت أبسط شيء في هذا الدين حذفته سينهار البناء ينهار البناء كله حتى وضع أن القرآن لا يمكن اعتماد على أنه هو مصدر الوحيد التشريع لأنه أصلا فيه تناقلات يعني هذه التناقلات يعني الذي يقرأ يعني ربما هناك التأويل والشرح ربما الإله الذي أرسل هذا القرآن لديه الشرح لهذا الموضوع لكننا نحن القراء الآن عندما نقرأ نجي التناقلات أنا ليس هدفي لك أن هناك لا أو ليس هناك لا هذا الموضوع لا يخصني أنا يخصني الآن موضوع الفكري قدم لك قراءتي لما هو موجود وقراءتي ليست دقيقة بالضرورة أو صحيحة مئة بالمال لكنني في الوقت الحاضر ممكن غيرها لاحقة فعدما نجي لآية 25 من سورة النساء وتقول من لم يستطع منكم طولة طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أحدان أحدان هاي أحدان ها أحدان حتى رح يحاسبون يقول لك أنت لا تجد القراءة القرآن الكريم طبعا القراءة القرآن الكريم ليست مسألة سهلة ما قال أنها سهلة لأنه لغة يعني لغة ذاك الزمن لن نتحدث اللغة مختلفة اللغة لم تتعود تتعود عليها الآذان وما حد الآن لغة صعبة وليست بالسهلة لكنني أستطيع قراءة ما عندي أي مشكلة بها لكنه رح أبطع عليكم المهم الفكرة في هذا الآية القرآن الكريم يبيح العلاقة الجنسية دون زواج شريطة أن يدفع الرجل الإجراء لكن هذه المرأة التي مالكة أيمانكم اضطررت إلى يعني تنكحها وارتكبت أو قامت بفاحشة فلن يكون عليها إلا نصف العذاب فهنا هنا يأتي السؤال يعني نصف الرجم يعني كيف نستطيع أن نرجم هذه المرأة نصف الرجم يعني الرجم لم يذكر بالقرآن قالوا أنه أكلته الدابة كما قالت عائشة كانت موجودة في سورة أكلتها الدابة فكيف لنا أن أقرها رجال الدين طبعا أقر آية الرجم ورغم أنها ليست موجودة في القرآن هناك حد الزنا لكن كيف كيف لنا أن نعاقب امرأة بنصف العذاب أو نصف الرجم طبعا بغض النظر ليس موضوع الآن أنه أتحدث عن أشكالات التشريعية لا بغض النظر عن حلول الدينية للمشكلة هناك غموض أي لا يمكن أن تخرج بتشريع عام يصلح سواء لذلك حتى وقتنا الحاضر فبالتالي مسألة وجود حديث نبوي كان مسألة مصيرية بالنسبة للرجال الدين ولا يمكن التخلي عنها فكان حلا بصراحة حلا عبقرية من رجال الدين ووجدوا أن هذا الحل هو الوحيد الممكن مسألة المصدر الثاني وهو الحديث النبوي كما قلت هذا هو أيضا فيه إشكالات كثيرة مثل قول الماء طهور لا ينجسه شيء والرسول التوضع في بئر كانت تلقى فيها النتن والدماء الحيض ومالذلك والكلاب الميت وهذه مذكورة في المصدر أمامكم يعني فيه سنن النسائي وابن حنبل في مسنده أما المصدر الثالث أي العلماء فهذا هنا يبدو هو القضية يعني قطب الرحى هذا هو الحقيقة أكثر من غيره وفيه كلام يطول طبعا فكيف يصبح هؤلاء مصدرا للتشريع يعني بأي حق هؤلاء هم مجرد بشر ففكرة فكرة وجود دين وهناك نص إلهي ونص أيضا رسولي ونبوي يعتبر وحيا أيضا عند السلفية خاصة فهؤلاء أصبحوا مصدر مصادر تشريع وبالحقيقة هو المصدر الوحيد هؤلاء حتى لا نكذب على نفسنا هؤلاء هؤلاء هم قادة الموضوع بأكمله هؤلاء هم الذين فرضوا حضورهم على الخلفاء وعلى الأمراء وعلى السياسين وعلى جميع السلطات هم الذين يهمنون على الناس والذين اختطفوا الشارع والشعوب ولا لا يمكن لأحد أن يتجاوز سلطتهم حتى أمريكا عندما أجد احتلت الأراق راحت عليهم لأنه لا تستطيع تحكم لا تستطيع لا وجود لحل آخر راحت عليهم وهؤلاء لم يخضعوا لها أو تحالفوا معها أو اندخلوا معها لأنهم يحبونها أو تروقوا لهم فقط لكي لا تختار غيرهم مش عشان سواد عيون أمريكي خاصة في العراق فعدما أجل الشيعة والحزب الإسلامي السني أيضا خلهم أعضاء في مجلس مجلس الحكم مجلس الحكم فذول ستة سبعة قالكم هما ذول قادة البلد وما عدنا غيرهم فالشيعة اختاروا الحكيم واختاروا ورغم أنهم إيرانيين الصرف أولاءهم إيراني باعتبارهم يعني ما فيش اسم إيران وغير إيران هو أولاك شيع يعني تبرون أنهم أولاءهم للدين وللمذهب وهؤلاء بعد ذلك الأمريكا اختارتهم لماذا تفعل يعني ما أدهم حل آخر وهؤلاء قبلوا المشاركة في اللعبة راح يستلمون السلطة وقالاك إذا ما نستلم السلطة أمريكا راح تختار غيرنا فإحنا الأولى أنه ندخل بهذه اللعبة ونمارس أو نأخذ حقنا هناك من السنة من رفض هذا الموضوع باعتبار أنه أن الأمريكان أعطوا حصة أكبر من حصتهم حصة أكبر للشيعة ولأن الأمريكان حسبوه حساب قالك 60% الشيعة ودول 200% و200% فإذا نوزع الموضوع بهذه الطريقة ونحسن من الغضية لكن حسابات البيدر اختلفت المهم العلماء هؤلاء عظموا أنفسهم وقالوا نحن على وردة الانبياء وأن لحوم العلماء مسمومة وحتى هؤلاء طلعونا بقوانين وأحكام لا أول لها ولا آخر وأجازوا للمسلم أن يطأ جثة زوجته المية تحديثا ومفاخدة الرضيعة والزواج من الأطفال أيضا أباحه زواج المسيار والمصفار والمصياف والفرينز والآن بجديد المشاركة يعني كلها أشكال من أشكال الدعارة الشرعية طبعا هي والزواج حتى بأبا يكمل وصلا العلاقة الجنسية بين الطرفين هي موجودة لكن يعني العلاقة الجنسية بين الطرفين مش مجرد ورقة لكن هم جعلوها ورقة ورقة وتتم بموافقتهم المهم هو موافق خلاص أنه أنت تقدر تنام مع المرأة التي تختارها ويوافقون عليها هم وليس أنت بالضرورة أنت أحيانا يرفضون لكن المرأة لازم موافق صفاتك كذا حتى نقبل أنت تعاشرها وتنام معها ألا بشروطها يعني كل شيء في الحياة لازم يكون تحت شرافهم وشروطهم وإرادتهم وهذا ليس نقدم لهم فقط لأنه لابد كل مجتمع لابد من وجود ناس يسيطرون عليه أو يتحكمون بأمره هذا أمر طبيعي يعني لا نقول أنه هؤلاء يجب أن نتخلصونهم لأن نتخلصنا منهم سيأتي غيرهم ويسيطرون على المجتمع فالمسألة ليس هذا موضع النقاش فأرجو أن ينتبه الجميع لهذا الموضوع فكل ما في الأمر أن هؤلاء يحكمون ويقررون بطريقة قديمة جدا وما زالوا مصرين على الاستمرار بها بعضهم هم نفسهم كما تعرفون أصحاب فتوى رضاعة الكبير ورجم القرد الزانية وكأن المسلمين قرودا يجب عليهم الاقتداء برجم القرود هؤلاء العلماء يعني موقفهم كان متوافق مع الزمن الذي مضى ووهد من الفتاوى الشهيرة التي ذكرتها لابن العثيمين يقول الأمرأة رسلتها وقالت لأنها حلمت بشاب جميل في المنام وهو يقبل وها فقال لها يعني اكتشف الحل العبقر وقال لها لا تنام بعمق لأن احتمال يعني يصير حمل بالمرات القادمة يعني نام خفيف يعني معرف كيف لا تنام بعمق معرف يعني كيف راحت تعملها معرف يعني تخلي والله معرف يعني اقترح عليكم أن نساعدون هذه المرأة المسكينة كيف تحقق دينها ويتخاف عدخشها من يعني الكفارة تدفع كفارة ماذا تفعل يعني فنصحوها يعني المسكينة وهذه المسكينة عندما تسأل وهناك آلاف يسألون ما هو الحكم الصحي في قضية كذا وهناك آلاف يعني أعتقدون هذه الهيمنة الدينية على الناس وهذا هذه نتائجها أنه أنتك لا ترى أي مجال لأن تفكر بطريقة مختلفة يعني قدما تتحلم بشخص يقول لك لا هناك ارتكابة خطأ لأنها تعتبر نفسها جزء من المؤسسة وعليها أن تطيع هذه المؤسسة وهي مؤسسة ذهنية وليس مؤسسة على الأرض مؤسسة ذهنية هذه المؤسسة ذهنية اسمها دين واسمها إسلام أو اسمها مسيحية أو اسمها شريعة وهي عليها فقط أن تتقن كل حركة تقوم بها وأن تتأكد بأن ما تفعله هو الصحيح وهذه فكرة طفولية بالمناسبة عندما الأطفال دائما حتى ينمو وينشاء فهو يتعلم أنه يطيع الأبوين ويثق بهم ثقة عمياء ومطلقة وهذه فكرة الله هي من هذا هذا مصدره أنه عند الله كل ما يقوله لك هو يعني مطلق وغير قابل للنقاش فالطفل وإلا الطفل إذا ما عنده هذه الثقة المطلقة بالأب والأم والكبار لا يستحال من المستحيل أن يستمر في الحياة يعني إذا يقوله لا تثب هذه نار لا تلمسها فإذا الطفل لا يطيع هذا الأمر من الأب أو من الأم أو من أي شخص كبير بالأمر أمامه ولا يثق به هذا الكلام فبالتالي هو يعني الأطفال لمستمر الجس البشري فبالتالي فكرة الله وفكرة الرجل الدين هي نفس الشي فكرة وصائية يعني يصبح وصيا عليك وحتى الكلمات أنه يقولك هو الرعية الرائي والرعية يعني هو خراف الله الضال كما يقول سيد المسيح فهذه الفكرة فكرة أنه كل الناس هم أطفال وأطفال لم يبلغوا بعد السن الرشد على المستوى المعرفي لكنهم بلغوا السن الرشد الجسدي فقط أما السن الرشد العقلي فلا وجود له في الأديان كافة كما رأيتم هذه مصادر التشريع الإسلامية الثلاثة هي واحدة من القرآن يعني التثليث أو الثالوث المقدس الإسلامي وهذا كتاب سن إجماع والحقيقة هو الإجماع هو أكبرهن وأكثرهن حضورا وأكثرهن واقعية القرآن والسن هما كلاهما منقولان ولا نعرف حقيقة الأمور كل ما أتانه هو أتانه عن طريق أصحاب الإجماع فقط وكل ما عداه هو باقي ضمن الظني كما في تعبيره الأدلة الظنية والقطعي التبوت والدلالة والحقيقة القطعي التبوت والدلالة هو الوحيد الذي لا يقبل الشك هو الإجماع ما يسمونه بالإجماع هو هذا الوحيد الذي يمكن أن نتأكد منه ومن وجوده وليس تماما لكنه هو الذي الذي نستطيع الثقة لأنه تطلع الشيء يشوف رجل دين لا تعرف من أين أتاك هو يقلك في الله هل أحد منكم يعني شاف الله أو كان موجود بيام الصحابة هو يقلك هناك الصحابة وهناك النبي وأنبياء وقدما تجي على التاريخ لا تجد أي أثر لهم على الإطلاق بس الرسول بس الرسول موجود إلى أثر لكن ما لا نعرف هل هو نفس الذي تحدثنا عننا أو شخص آخر لا نعرف هم قطعوا كل شيء لم يبقى من أثر إلا في أهدتهم نحن نعرف الله عن طريقهم معنا معاني نحن نؤمن بالله الذي هم عليه يعني لا نعرف الله إلا عن طريقهم وإلا فنحن من الكفر أيضا بتعريفهم وبتشريعهم وفقا لتشريعهم علي أقول أنه هذه البصاد التشريع الثلاثة التي وضعها الرجال الدين هي التي يجب أن يضحي جميع بدمه من أجل تطبيقها وكما ترون أنها ابنة وقتها ويعني بأي فحص منطقي عقلي أي فحص على أي مستوى أي إنسان في أي مستوى مجرد أن يطلع عليها ويقارنها على التشريعات الحديثة المعاصرة يجد أنها تشريعات بداية لا تتقبلها الفطرة الإنسانية السليمة الحديثة مصادر التشريع الحديثة واضحة مثل شراء حقوق الإنسان يعني واضحة وبسيطة ما فيها تعقيدات وقابلة للتأسيس عليها أيضا ليس من السهول أن تقوم بتزويرها وتحويرها يعني أو التحايل عليها هذه المسألة لا يمكن أن يجريها أحد بسهولة وطبعا لا يوجد شيء مطلق يعني ويقلك هاي شراء حقوق الإنسان فيها كذا وفيها بعضهم يشووها ويقلك فيها حقوق مثلية يتغافل عن المنجزات العظيمة التي حققتها مبادئ حقوق الإنسان ويركز ويركز على قضايا صغيرة لتشتيت العنظار ولتشويه الموضوع وخدمة لمصالح وأيضا هؤلاء بعضهم لأنه كما قلت أنه الدين يهيمن على العقل يهيمن على الفكر يغير سيستم الذي تفكر فيه ويجعلك تعمل بهذه الطريقة وليس بطريقة أخرى فبالتالي لا تستطيع أن تفهم شخص مثلي مثلا لأنه النظارة الدينية التي وضعت على عينيك والتي لا يمكن أن ترفعها على عينيك مهما حاولت لا تستطيع أن تفهم كلامي بطريقة سليمة أنت تنظر إليها بأن هذا شخص عدو عندك حالة هذا شخص عدو هذا يحاول أن يشوه الطريقة التي يفكر بها يعني الشخص الذي قال مثلا أنا مثلا متعود يوميا آكل رز مثلا هذا الشخص يقول لي هذا الرز عندك في مشكلة وأنت يوميا أمنع أو أحرم من هذا الرز أو خنأ حتى لا أنا رد أجيب مثال الإدمان فالإدمان هو نفس الحال أنت تمنت يوميا متعود تشرب شيء معين تشرب مثلا مش كحول فراء أي تشرب شيء معين تشرب شاي يوميا وقهوة يجي وعلي يغلق خلص الشاي والقهوة انتهى الموضوع فهذا مضرب الصحة وخلص لا تشرب النهاية انتهى الموضوع وحرام أو يناق ناقش فما يقبل لأنه فمصادر التشريع الإسلامي أصبحت جزء من التفكير العام وجزء من التكوين العقل الإسلامي بإذا صحت التسمية وهذا الرجل عندما يتحدث لأن الحجاب يقول أن الحجاب لا وجود لدليل عليه في الكتاب والسنة هو يعود إلى مصادر التشريع ويعتبرها مصادر لا تقبل الجدل لأنه الفكرة العامة هكذا هو داخل داخل الفضاء الإسلامي المهيمن على فكر الناس وعقلهم وكل ما حتى أحلامهم لا يحلمون ألا ضمن دائرة العقل الإسلامي الذي اخترعه رجال الدين وهيمنوا به على كل شيء من خلاله بعد فاصل أتناول موضوع الدليل الدليل مفهوم الدليل في الفلسفة وبعد ذلك اتناول موضوع كيف نحن أصبنا بسبب هذه الأدلة الوهمية بأربعة أوهام قاتلة كلها فكلوا معي كما رأيتم تحدثت عنه هناك ثلاثة أنواع من الأدلة وهي الدليل الرياضي والدليل العلمي والدليل الفلسفي الدليل الرياضي هو مبدأ عدم التناقض أن ألف الساوي هي ألف وليس شيء آخر لا يمكن أن تكون ألف ليست بألف أي أن الأحمر أحمر والأسود أسود لا يمكن أن يكون الأسود أحمر والأحمر أسود هذا مسألة محسومة الدليل أما الدليل الرياضي فهو يقوم على مبدأ عدم التناقض كما قلت هو ألف ساوي ألف أو الأحمر أحمر والميت والحي حي وأن الميت لا يمكن أن يكون حيا أما الدليل العلمي فهذا يعتمد على المعلومات التي ثبتت بالحس أو الاستقرار العلمي إضافة إلى المبادئ الدليل الرياضي الأول الذي قلنا الدليل ثلاثة أخصام أولا الرياضي وعلمي وفلسفي فالرياضي هو عدم التناقض والعلمي هو الذي يقوم على الاستقرار العلمي والحس الشخصي يعني أن ما ترى الشجرة هاي شجرة لم ترى هاي شجرة تشعر بوجود هواء كذا الشامل هذه تستطيع أن تستقرأ وجود شجرة أو تستقرأ وجود هواء وهذا يثبت بالحس وهذا تنضاف لها مبادئ الدليل الرياضي أيضا أما الدليل الفلسفي فهو يعتمد على المعلومات الحقلية لإثبات العقلية لإثبات واقع موضوعي في العالم الخارج أي معلومات لا تحتاج إلى أحساس وتجربة وهذا أيضا الدليل الفلسفي يعتمد على يعني يتضمن أو يستخدم الدليل العلمي والرياضي في الوقت نفسه طبعا لا يمكن الدليل الفلسفي لا يمكن رفضه لماذا لأنه يعتمد أيضا على المعلومات العقلية وهذه المعلومات العقلية موضرورة دائما ترتبط بالتجربة والاستقراء لأنه لا نستطيع أن نرفض الدليل الرياضي وضمن الدليل الفلسفي أيضا والسبب لأنه أنت مثلا يعني إذا ما تقول 2 2 4 هذه مثلا لا تعتمد على التجربة إنما تعتمد على العقل فهناك مصدر المصادر المعرفة الأساسية هو العقل نفسه وليس الدليل الحسي يعني يشتغل عليه كثير المقولات الأساسية إيمانويل كانت وقال بأن الإنسان لا يرى العالم كما هو إنما يراه كما تنقله الحواس له وكما يراه العقل يعني نحن لا نرى العالم إلا كما يراه العقل أو الدماغ الذي نتكون منه فبالتالي ما نراه ليس هو الحقيقة إنما حقيقة التي أنتجها وأخرجها وألفها العقل أو الدماغ البشري فهننا أجيب الدليل الرابع الذي ابتكرته وأنا لا أعتقد هل هو موجود أو لا أنا سميه دليل الوحي هذا الدليل هو أنه جاءت العرب والمسلمين والمتدينين عموما سواء مسلمين أو غير مسلمين هذا قالوا لا هذا الأدلة الثلاثة الموجودة لا ترقوا لنا هذه ليست هي القضية الأساسية موجودة هذه الأولوية القصوى للدليل الوحي إذ لم تتوافق هذه الأدلة الثلاثة فهي دليلنا هو الأصح أي أن وجود بالنهاية بالمحصلة أن هذه الأدلة الثلاثة الموجودة أو غير موجودة فلن تؤثر على أي شيء هنا ماشيين وراء دليل الوحي فقط وضربون أدلة كذلك لكن الوحي هو مطلق فأنت كل اللي يأتكب كل هذه الأدلة أدلة نسبية لاقمة لها فيبررون الأمر والقضية باختصارها محاولة للانضمام القطيع والمحافظة على القطيع والمحافظة على فكرة الانتماء لهذه القطيع هذه القضية أريد أن أكملها وهذه فكرة بدائية لأنك عندما ترفض الأدلة الثلاثة الأخرى وتقول أن دليلي هو الأساسي وهو المطلق الذي أتى من السماء فأنت لا تقدم دليلا على هذا أصلا أنت تفتكر للدليل من أين أتتبع على الدليل؟ تفتكر تقول لا هناك أدلة عقلية كما شرحت أنا وهناك أدلة ويسولك قصة والويل لكل من يناقشه يعني أما يكفر أو يزندق أو يقتل أو يشهر به أو تشوش عليه أو يقطع رزقه فبالتالي هو يستخدم جميع الطرق الكفيلة بقمأ الآخرين وفرض دليله حسب مزاجي هو في الحقيقة لا وجد دليل بالدين الدليل هو كما قلته مفهوم لا علاقة له بمجتمعاتنا مجتمعاتنا لا تعرف معنى الدليل ولا لا علاقة لها بهذا الموضوع لأن مفهوم مستورة كما قلت من العالم الغربي أو العالم اليوناني والعالم الغربي المعاصر أو الحضارة الغربية ومفكرية وكما قلت مشكلتنا كعرب ومسلمين وشعوب العام العالم بأكمله إنها شعوب لا تبتلك الأفق النظري وشرحت هذا في حلقة طويلة عن مفهوم المفهوم وشرحت ما معنى مفهوم وما هو تأثير هذا المفهوم وما هو يعني كيف ممكن لنا أن نفكر بطريقة نظرية وكيف لنا أن نؤسس مفاهيم وبعد ذلك نؤسس فلسفات وهذا ما لا يأجز عن يأجز عن تصوره العقل العربي والعقل المسلم والعقل الشرقي عموما والعقل الصيني والعقل الهندي جميع شعوب العالم عدى العقل اليوناني والأقول العالم الغربي منذ ظهور الحداثة حتى يومنا هذا بدلين أنت عندما تجعل الصينيين مثلا تجد أنهم لديهم تطور تكنولوجيا هائل يعني يفوق الغرب في القرن السادس عشر والسابع عشر مأضم اكتشفات المعاصرة الأساسية اكتشفها الصينيون لكنه أدما تتبحث وتجد أنهم تطور علمي كبير جدا لكنه ليس لديهم علم هذه مشكلة خطيرة جدا ليس لديهم هذا التصور المجرد للعالم والأشياء وتحويل المواضيع عندما يكون لديك موضوع تحول إلى مفهوم المفهوم بعد ذلك تستطيع تصنع فلسفة من خلالها فهذا ما موجود عندنا لا نستطيع تحويل الأمور إلى مواضيع ممكن نتحدث عن أشياء موجودة هذا موضوع لا كموضوع لكننا في المحصلة لا نستطيع بعد ذلك تكوين عقل مركب أو نظرية مجرد مثل نظرية في داغورس الأهرامات الأهرامات 3000 سنة المصرين يبنون بهاي الأهرامات على قاعدة المثلث أنه مربع الظلعين جمع الظلعين وعلى جذر يساوي الوتر مربع الوتر كانوا يجبون شاقول وخيوط ويقيسون الموضوع لكنهم لم يصلوا إلى درجة أنهم يضعون معادلة وينتهي الموضوع يعني مجرد تضع الظلع الأول والظلع الثاني إنت حسبت الوتر هي معادلة تطبقها في أي مكان في أي زمان في معادلة مجرد معادلة بسيطة تاخذ بها القانون وأيضا قانون MC Square مثلا قانون الجاذبية الجاذبية مع نيوتن عقل جبار لم هو أجاذبية كلنا نعرف أن هذه الأشياء تسقط لكنه وضع قانون ينطبق في جميع نهاء الكون خير قانون بسيط الكتلة والمربع المسافة بين نصفي قطرهما قانون بسيط هو هذا مجرد جميع أي حركة بالكون تقدر تحسب بها هذا القانون وتقدر تتنبأ بها على أساس المخذوفات والصواريخ والمدافع بالحروب قامت واستهداف ما يسمونها يعني المخذوفات تجي تعين مكان محدد تعرف هذا يعني تحسب حركة الريع تحسب الاحتكاك تحسب السرعة وتحسب الزخم تحسب الجذب وطبق معادلة معادلة نيوتن فقط وهاي تطلع لك تقدر تحسب الضبط هاي توقع على بقى 30 كم ونص مثلا تحسبها تطلق طبق معادلة نيوتن تطلع لك هاي هاي لا يمكن لا توجد هذا العقل الذي يضع نظرية من هذا النوع أو معادلة من هذا النوع لا وجود لها في التاريخ إلا بأدى شعوب محددة ولأسباب لا علاقة لها يعني قد يقول بعض أن هناك عنصرية لا ما لها علاقة إنه يبدو بيئة معين لها علاقة نمط ثقافة معين هذا إلى علاقة للموضوع هو هذا أصل القضية وهناك اتهامات من قبل أرنس رينان حول الموضوع وفوكياما حتى أيضا إشارة لهذا القصول في العقل الشرقي عادة وأيضا من وبعد كثيرين تحدثوا على الموضوع حتى برنار لويس أعتقد ولو أرعهم أنه سامي ويهودي لكنه لأنهم يعني محسوبين على الحضارة الغربية فهم لديهم هذا العقل النظري بدليل أنشتاين أيضا فمسألة هيست الجغرافية والجنس النوعية الجنس أو العرق البشري الخلاصة دليل الواحي هو دليل مزيف لا وجود له يعني ما احترامنا الواحي ما احترامنا المقدسات لكن آب戀 فكرة المقدس أصلا فكرة وهمية لا دليل عليها يعني ما هو المقدس المقدس موجود نحن نقدس رجال الدين أكثر ما نقدس الآلهة رجل الدين هو المقدس لا تجد أحد ينتقد رجل الدين أكثر من إله بالعكس يعني تخيل إنه واحد منطقة تنتقد رجل الدين شوف شوف الشارع شوف شو راح يعمل فيك فبالتأوروا حتى إذا سبيت اللغض الجلالة يعني يجاوزون الموضوع مش قضية خطيرة لكن عندما أشوف رجل الدين هو المقدس الحقيقي وهذا ثلاثي المقدس اللي سميته الكوماني اللي سميته بله الثالث الإسلامي المقدس أو الثالث هو نفس اللي دائما تجي الثالث مقدس لدى رجال الدين لدى الأديان المختلفة بس إنه تختلف أشكالها دائما هو رجل الدين هو أحد الأضعاء الثلاثة الحقيقية هو الثالث الحقيقي والدليل الحقيقي الوحيد الذي على وجود مصدر لهذه الأدلة كلها وهذه الاختراعات بالتالي أنا أقول أننا نحن مصابون بأربعة أوهام كلها قاتل أولا الوهب المعرفي وثانيا الوهم الزمني وثالثا الوهم الإنساني ورابعا الوهم الأخلاقي وخامسا أيضا العفو الوهم الأمني وليس أربعة خمسة الوهم المعرفي أن هناك جواب على كل شيء وكل ما في الأمر أن علينا أن نبحث عنه لكن أين نجواب على كل شيء في الماضي وفي نص محدد من يضع هذا النص المحدد؟ هو رجل الدين بالنتيجة النهاية إحنا لا حضارة ولا تطور ونعرف جميعا أن الحضارة والتطور والتقدم الإنسان لا يقوم إلا على هذا الإنسان نفسه وإبداعاته وقدرته على حرية الباحث وحرية الفكر والقول والعمل فبالتالي لا يمكن مغلق فالحقيقة موجودة في الماضي ولن يعرف هذه الحقيقة إلا رجل الدين وعندما تحدث عن أدلة وما لا ذلك يقول لك لا لا أنت ما تفهم الدليل الوحي هو كل شيء كل شيء في الوحي فأنت الناس كلها تعودت على هذا الشيء بعدما لا تستطيع أن تفهم أي شيء عندما تحدث يقول لك هذا كيف أنام مع زوجتي مثلا يذهب إلى رجل الدين يعني يعني تخيل الغفلة وصلت إلى أي حد كيف أدخل إلى التوالية مثلا إلى الحمام أسئلة من هذا أنه موجودة عند الناس لأنه ما زال يشعر بأنه طفل لم ينضج المعرفة الكافية ما زال هو نضج جنسيا كما تنضج الماشية فكرة الرعي ورعية هي هذا حضيرة الدين الماشية تنضج لكنها عقلية لا تنضج لا بد من رعي يقودها وإلا ذهبت كل مطرح وكل مكان فهذا هي فكرة الوجود رجل الدين ورجل الدين ينظر إلى الآخر بهذه الطريقة يرى الآخرين جميعا هم رعية أغنام ماشية أو قصر وعليه أن يهديهم ويدلهم على الطريق الصحي وهذا الفكرة وهذا التصور صحيح بالمناسبة يعني عندما تنظر الشعوب القديمة يحتاجون هذا الشيء وشعوبنا المعاصرة أغلبها تحتاج هذا الشيء فعلا أنا لا لا أعتقد الدين كليا لكن أقول أنه الإنسان يحتاج إلى من يقوده لكن ليست بهذه الطريق أصبحت الأمور مختلفة تماما طبعا الوهم الزمني هذا أدى بنا الوهم قاتل آخر وهم الزمني أي أنه لم يعدنا قيمة للزمن أرجع للماضي وعليك أن ترفض الحاضر وكل ما فيه معنى أنه لا تستطيع أن تنظر الحاضر وفقا شروطه وفقا لوضع أوضاعه وبحجة أنه الدليل موجود في الخارج لا وجود على أي دليل في الحاضر الحاضر بأكس سيء يدمر الأدلة ويشوهها ويحاربها وهؤلاء يحاربون الله ورسوله ودين الله الذي كذا وكذا وكذا موجودة الديباجة معروفة فبالتالي بالنتيجة أنها يلاقي من الزمن والزمن الماضي هو الحقيقي الوحيد ومن يعترض هذا سيقطع رزقه أو يجادل سيلاقي الأمر أيضا الوهم الإنساني هذا أيضا الوهم الكبير أنه لا تؤمن بوجود إنسان لا تؤمن بوجود صديق لا تستطيع أن تتحاور مع الآخر لا تتعلم من التجارب لا تتعلم التجارب الآخرين من ابتكاراتهم يعني الآن هناك حداثة في علوم في بحوت علمية لماذا لا نستغل بتكره هناك نظرية التطور مثلا أوفنا من نظرية التطور نظريات الحديث في علم الناس والاجتماع والسياسة لماذا لدينا سياسة حتى يومنا هذا لماذا لدينا اقتصاد حقيقي لماذا صحيح لدينا أمارات ضخمة وناس أغنياء بالخليج وغيرها لكن ما عدا اقتصاد يعني مجرد عتلة صغيرة ضمن اقتصاد العالم نعم أيضا يعني يعني منظومات سياسية شبه سياسية شكلية ضمن عتلة السياسة الدولية ليس لنا مكان في أي قضية في أي فكر في أي وعي في أي علم في أي إنتاج في أي شيء لماذا لأنه هو هذا الوهم المعرفي والوهم الزمني نقدركم بالأول هو الوهم الإنساني أو الوهم القاتل للإنسان بالأكس والوهم الأخلاقي أنه الأخلاق هي الأولى والأخيرة هذا الوهم القاتل الرابع وأنه نحن نحن المؤمنون والبقية كلهم كفرة ويسيرون على طريق الخاطئ وأيضاً وأيضاً هناك الوهم الأمني يعني أنت تشعر بالأمان عندما تذهب إلى الصلاة لأنه من ولاعتك أنت تذهب إلى هذا المكان ومن ولاعتك أنت تعيش في وسط متدين محافظ تعيش داخل هذه القوقعة الدين أو حضيرة الدين التي حاطك بها الرجال الدين وهذه الحضيرة التي هي يعني عبارة عن سجن بلا قضبان فأنت لا تشعر بالأطمئنان أنت ترى الغرباء عليك تشعر هذا غريب هذا كافر هذا مزنديق هذا ما عرف إيش فبالتالي أنت لن تصل إلى النتيجة والحل دائما لن تشعر بالأمان إلا عندما تعود إلى حضن التراث والأصول أي تعود إلى رحم الحقائق المزيفة التي صدقتها وأصبحت جزءاً رئيسياً منك وتسير في دمك كما تسير كريات الدم الحمراء والبيضاء حيث تحاول دائماً تعود إلى حيث الماضي زمن الصحابة وما إلى ذلك والحل ما هو الحل الحل بناء على ما سبق نحن نفكر النتيجة النهاية فكرة الدليل وفكرة أننا قضية السؤال البسيط عن الحجاب أننا أن الحجاب تبحث عن حل أن هناك دليل على الحجاب في الأصول في الكتاب والسنة والأجماع هذا كل كلام فاضي ولا وجود لدليل أصلاً فكرة الدليل هي مزيفة فكرة وضحة رجال الدين لكي يخدعوا العامة ولكي يسيطر عليهم لا أكثر يعني من حقهم يعني لا بد من أي مجماعة أن يكون هناك الطرف مهيم لا بد أن يحتال يحتال على الآخرين والاحتيال جزء من لا بأس يعني أنت الأب أحياناً يحتال على أبناه ويخرادعهم حتى يطيعوا ويسيرون وفقاً لإرادته فبناء على ما سبق قلت بأننا نحن المحصلة نحن شعوب تعيش بطريقة سهرية ما زلنا واقعون تحت السحر السحر الأدلة المزيفة سحر وجود حقائق غائبة عنها أو كل ما علينا أن نبحث عنها ليس في هذا العالم الخارجي ليس بالتجربة ليس بالحس السليم ليس بأن نرى الأشياء كما هي بدون أي تأويل وتفسير بدون أي مسبقات ظنية أو قطعية كما يقول رزال الدين كلها قطعية وظنية كلها أكاذيب وكلها أشياء ما لا قيمة ولا الهداعي دمرت حياتنا ودمرت مستمعاتنا فكرة أيضاً وجود دليل وقداسة فكرة سادجة وطفولية وبداية لا تليق الآن بأي شخص يتحدث بإسمها لا تليق يعني عندما يشعر به الإسلام ويراقب من نفسه كيف يتحدث بهذه الطريقة عليها أن يخجل من نفسه ويعرف بأنها مجرد وسائل وأدوات كانت يعالجها رجال الدين ورجال السلطة في ذلك الزمان وعلينا أن لا تنطلع علينا وأيضاً رجال الدين عليهم أن يغيروا أسلوبهم ويعرفوا أن العالم تغير ولم يعد قابلاً لأن تداشعون الناس بهذه الطريقة يجب علينا برأيي كأبناء ثقافة عربية أن نتطور ونعي مقدار تخلفنا المعرفي ومقدار التواغل هذه الأوهام التي ذكرتها في فكرنا ودورها المدمر في حياتنا وعلاقاتنا بصلاحة كلما أسمع رجال الدين وكثير من الشخصيات في هذا المجتمع أشعر أننا ما زلنا نعيش في زمن يعني زمن الجماعات البدائية زمن دولة جامعية ثمار والسيد الحيوانات والذين يصعدون الحيوانات في زمن المستوطنات البشرية الأولى المستوطنات زرائية أو زمن الخيم والشعوب الرحالة الجوالة كالبدو وغيرهم في الصحراء والقفار والقفار والبوادي هذا الشعوب ما زلنا نؤمن بالطالة نؤمن بالأبراج والنجوم والأرواح والشياطين والعفاريث والجن وما لا ذلك هذا يجب أن نتوقف عليها الحل الوحيد هو أن نتوقف عن التفكير بطريقة سحرية بدائية ونعتقد أن هناك أجلة وهناك كتاب فيه كل شيء وزعب الكتاب الحقيقي هو الحياة الحياة هي الدليل الوحيد الذي علينا أن ننطلق منه فيه وبه وعليه وإليه شكرا جزيلا وعلى أسفة طالع مع السلامة أختم عفوا بمقولة جورج أرويل قال بأن أحد الواجبات الرئيسية لعالم اليوم هو استعادة ما هو واضح وقال في الفواقع أنه عندما عندما ينمو التلاعب باللغة لغراض سياسية بقوة أدما يحول كثيرون الحرب إلى سلام ويحولون الحرية إلى عبودية ويحولون الجهل إلى قوة فمن المهم حينها أن نعيد اكتشاف المبادئ الأساسية للعقل هذا المسألة الأساسية التي يجب أن ننتبه لها وهي أننا علينا أن نسمي الأسماء بمسمياتها الحرب هي حرب وليس سلام والحرية هي حرية وليس تعبودية والجهل هو قوة عندما يتي يقلق رجل الدين الحرية أن تعبد الله أفضل من أن تعبد شهوات النفس وأن تعبد نفسك لا بالأكس يعني هذا كلام يعني يستخفل الناس ويستحمرهم فأصف على طالع مع السلام شكرا